السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفنانة المغربية لطيفة رأفتة هي من سات شخوتها المغربة المنكوبين اللي تدمرهم الزلزالتها هي جات وقدتقدم وقدترسل المساعدات لدوك المناطق وفي اخر الفيديو غدي تقول انها غترفع دعوة قضائية ضد شي واحد لنكتشف معا كيف رحنا بزاك وانا اعياني شو كيف عمل لي على عبقية ايها عبد الشي كان عنده مخصر مشكلة ايها عبدالله وخافضك مخطيش مصور ومعفاع العاليه المسبور نحن 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 نطلب ياريت 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 وكل عام الان قررد كل سانه وفصل الشزاء نتعونهم بحل هكذا ونعملوا هاد مبادرة يستجع ديوها يجعلون بمجزعون بالعاقي صحيحة الفكرة الي قلت صراحة جميلة بزاف لأن دوك الناس اللي يضربهم يزنزل في جبل أطلس صراحةً كيعانيوا في يمات البرد والتلج فعلاً كوكنا يعني من العام العام جميعهم بعض مساعدات ونصيف طوالهم ماكلاه وأغطيه وملابيس صراحةً معمورهم يعانيوا وهذه فكرة جونا كنتمنى أننا نطبقها في السنوات المقبيرة إن شاء الله محاولة الوطن ديالنا بان لأن الزك وخلي في القلوب بصر محرم الموت ومحاجيات لكانسي قرارة صراحة فرحاني بزك لهذا الشيء يوقع كثم تبديرة طيبة وفرح ونشوك طبعاً حزيني على الناس اللي بطلاو على ذك الأفات لأن أكد الله سبحانه وتعالى من القعات أتمنى الله سبحانه وتعالى يضغبنا ومشوهوش أيام صعبة وكذلك المجل الإخواني الليبيين تعزي ديالنا وكانت من أولهم إن شاء الله يربي السلامة ورحم موتهم وموتنا وكذلك يقنب مع اللي بطلاو حتى فجعت الدول الليبيا وأصدقائنا في الليبيا الأشفاء اللي حتموا حزنوا معنا المرحول فيربي تتحول عليهم إن المصاب كان جلال ومشوهو إن شاء الله ما يشوفوش في حال هذه القيام شكراً للمغربة كلهم على ذكر ليبيا وكانت من المغربة أنهم يديروا واحد المبادرة ويرسلوا مساعدات للدولة الشقيقة الليبية المسلمة خصوصاً أننا لاحظنا أن المساعدات لمشاة المراكش وتارودانت والنواحي يعني بالأطنان لدرجة أن المساعدات ولا تتضيع ولا تتخسر يعني بنظرة للكثرة والوفرة الحمد لله وكنتمنى أن هاتشريكي ذا يحولوا يسافطوه الليبيا لأنها محتاجة بزاف ويعني يركم شتو الفيضان والكارثة اللي مرت منها والقتل والموتى بالآلاف يعني عددهم فات لعدد دي المغرب كنتمنى أنهم ما ننسوا هاش صراحة لأنها صراحة كل شيء تخلى لها العالم كامل تخلى لها تشي واحد مصرفة لها مساعدات كانت الأنظار متوجهة فقط للمغرب لأن المغرب عنده واحد لما كانه في العالم ومشهور عالميا وليبيا مسكينا محتاجة بزاف بزاف وإحنا وراء واحد الإنسان واحد الواحد لنبعض الله صحيح و سعلا هو ملكنا الحبيب محمد سلس مصر رمالله إحنا وراك يا صاحب جلاله إحنا معاك بيدانتك برهنو على الحب ديالك بكيتنا و كنت أتعلم قدي كلمرضى نقطة الترتيب احتاجة يعني كنت أتعلم فأوخل عمله يعني كنت أتعلم لأن الحب وكلي أعطيتنا فأنتمنوا إن شاء الله هكذا بدأ أول يوصل بسلام وكذلك كانت من الإخوان مجردين تما يديروا أتنسيون لأن بعض الأماكن وقع فيهم بعض الزيت مش إلى الزيت ديال التنزيل ويقوم بعد سنغمال بقيمة مطرصة فأنتمنوا وصع لخير اللي لاحظنا ولاحظوا المغربة كاملين وأن الملك فعلا زار الناس والمرضاء المصابين في مراكش ولكن للأسف ما شفناش مسؤولين زاروا شي واحد ولمشوا الجبال ولا طلوا على شي واحد ولا سووا لهم نخصهم ولا رسلوا شي مساعدات ولا غائبون نائمون لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا درس لنا كاملين باش الانتخابات الجاية عودوا صوتوا على النوع المسؤول اللي باش الانسان اللي هو كان صديق وكان كنان فأنا أكيد عندي ضد وانا عمرين كان مرد شبرا كنت بغن نرد علش لأنه مش أنا لكن فرادوا أصحابي مفوتيني قالوا نسكتش على هشو مغن نسكتش مغن نسكتش مغن نسكتش مغن نسكتش مغن نسكتش مغن نسكتش مخصد لترفحهم الناس اللي أت業 يا تورا اشكون هذا الفنان اللي تقصد إنها غتراف حداوات الطو اللي آدىها يعني ما فصحتش عليه ولكن كما قالت بعد مرور هاد الازمة دير زيلتال رادي تهضر وغتكلم في هاد المواضع هدي وغتتبين كل شي هنا غنشوفو دكشي اللي كاتو نجدو باش ترسلو للجنوب ومناطق المنكوبا صراحة دكشي كتير اوكي الخير هاك كاميرو في المغاربة دائما وابدا تضامن كبير ما كان نسوه في بضيات لا على عكس المسؤولين تماما المسؤولين تشي واحد ما تفكر فينا لو ان الدولة او لا كنظن ان القرار جامعين المالي سوف يكون اقتطاعات من الاجراء البرلماني المضافين لا تفرض عليهم لا تفرض عليهم لا تقوم بشي بادرة من انفسهم ويقولوا عن واحد شهر نخليوا بصندوق الزلزل اللي ينشؤوا المالي لانهم قلوبهم ليست معانا هم مغاربة فقط من اجل الشهرية اللي كي ياخدوا الشهرية السنينة يعني اجيز اليوم المدة في الشهر كي شدوا الملايين كيف يفرحوا ولكن بشي خدموا ما كي نشل خدموا كي نغير الناس كي نغير جعل الرجل في المكاتب المكيفة حسبنا الله وانا امان واكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته